اشتركوا في القناة والمشتبه باصابتهم بالفيروس حيث سيتم اخضاعهم لاستكمال اجراءات الفحص الطبي وبحسب نتائج الفحصات المختبرية فسيتم تحويلهم الى مراكز العزل والعلاج او الى مراكز الحجر الصحي الاحترازي وذلك وفقا للارشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وفي اطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وللوقوف على الجاهزية العامة للمركز وضمان تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وفق اعلى المعايير ثمنا معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كما رفع معاليها الشكر الى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على متابعة سموهما الدائمة لكافة الجهود المبذولة لفريق البحرين الواحد لتعزيز صحة وسلامة الجميع وأكد معاليها ان المجلس الاعلى للصحة يواصل جهوده في احتواء هذا الفيروس ومنع انتشاره وذلك عبر الاجتماعات التنسيقية اليومية والمتواصلة للفريق الوطني والاجراءات الصحية المتخذة بهذا الخصوص كما يعمل الفريق على متابعة الحالات القائمة ووضع وتحديث السياسات للتعامل معها ومع الحالات المشتبه باصابتها وتنسيق التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة الرعاية للحالات القائمة والمشتبه باصابتها والحالات المخالطة مشيرا معاليه لان مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات تم تجهيزه وفق افضل المواصفات والمعايير الطبية حيث يجتمل على قاعة للاستقبال والتصنيف وثلاث قاعات كبيرة وثلاث عيادات طبية ومركز للمسح واخذ العينات وصيدلية وستخصص القاعة الاولى للحالات المخالطة بدون اعراض اما القاعة الثانية فسيتم تخصيصها للحالات المشتبه باصابتها التي تظهر عليها الاعراض وستكون للفحص وانتظار النتيجة وتحوي على اماكن مخصصة للطعام مع مرفقاتها الصحية اما القاعة الثالثة فهي مخصصة ايضا للفحص وانتظار النتيجة وهي للحالات القادمة من مطار البحرين الدولي مع وجود الاعراض بها مع اسرة للحاجة واماكن مخصصة للطعام مع مرافقها الصحية ويجتمل المركز على اربعمائة سرير والف كرسي انتظار وثلاث عيادات واثني عشر سريرا علاجيا وصيدلية كما يضم مركز الفحص اثنتين واربعين محطة اخذ عينة وست عشرة محطة فرز لفرز الحالات ذات الاعراض والاخرى التي لا تظهر عليها اعراض بعد تسجيل التاريخ المرضي واكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة خلال جولته التفقدية ان الخطط الاحترازية والاستراتيجيات الوقائية والرقابية التي يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة والتي من بينها العمل على تخصيص هذا المركز تأتي في اطار السعي الى تسخير كافة الطاقات والامكانيات الهادفة الى استمرار التصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة كما نوها معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة بالجهود الوطنية المخلصة المقدمة من قبل الطواقم الطبية والصحية وبمستوى التعاون والتنسيق المشترك والجهد المبذول بين مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بهدف تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للضمان احتواء ومنع انتشار الفيروس وفي ختام الزيارة التفقدية والتي شملت شتى المرافق والاقسام المخصصة للفحص والرعاية والعلاج بمركز الفحص اشهد معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة بمستوى الوعي والادراك الذي اظهره المجتمع البحريني وشدد معالي في هذا السياق على اهمية التزام الجميع بتطبيق الارشادات والتوجيهات وتنفيذ كافة الاجراءات التي يعلن عنها تباعا من الجهات الرسمية المختصة من اجل تعزيز صحة وسلامة المجتمع وجدد معالي شكره وتقديره الى كافة المواطنين على ما ابدوه من رغبة كبيرة في التطوع والوقوف مع الوطن لمواجهة هذا التحدي والذين فاقت اعدادهم ثلاثين الف متطوع حيث يتم في الوقت الراهن استدعاء المجموعات المسجلة للعمل الميداني والمجموعات المسجلة من اصحاب التخصصات الصحية وتصنيفهم بحسب متطلبات الخطة ويتولى الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر القيام بمراجعة وتطبيق النظم والاجراءات لاحتواء ومنع انتشار الفيروس ووضع الخطط وتوفير الامكانيات للتعامل مع اي حالة مشتبه باصابتها بالفيروس والتعامل معها فضلا عن وضع خطة التعامل مع من كان على اتصال مع اية حالة قائمة ومتابعة تطور انتشار الفيروس عالميا واقليميا بالتواصل مع المنظمات العالمية المختصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر